يجدر أن نتقدم على المسارين في هذا المجال لو أردنا الاستقرار الداخلي والاستقرار في العلاقات مع دول المنطقة الأخرى وطبعا هذا هو لمصلحة الجميع بما فيه مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وعلينا أن نسهل هذا التوجه وربما علينا أن لا نتدخل لكي يعنى العراق بشؤونه ليجد العراق حلولا له هذه الحلول تكون أفضل من أي حلول تأتي من الخارج لذلك أنا أدعم ما تفعله الحكومة العراقية الحالية